دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جماعة عين شمس ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد أهلاً وسهلاً بحضرتك وفق الطبيعة الجغرافية وطبيعة التربة وطبيعة مصادر المياه في سيناء ما هي محددات التنمية الزراعية فيها؟ أهلاً وسهلاً بخيرك أستاذ المستهدين طبعاً محافظة سيناء سواء في الجنوب أو في السمال تلقى اهتمام كبير جداً من الحقومة وذلك في الأونة الأكيرة على الأخص في الأربع سنوات سيناء احنا شفنا مشروعات تنمية حقيقية على أرض الوقت هذه المشروعات حضرتك بتستفيد من الموارد الصبعية اللي تمتاز بيها محافظة سيناء حضرتك محافظة سيناء لها طبيعة خاصة من ناحية المناخ ومن ناحية الجو والسلورة بتاعتها من ناحية إنتاج نباتات صبية والعسرية بأعلى جودة مسكنة بيقام الآن مشروعات بالاستفادة من هذا المناخ المميز اللي بينتج نباتات صبية عالية الجودة ونقدر نستخرج منها مكونات ويصدر للخارج في صورة مكونات طبيعية تدخل في صناعة الأجوان بالفعل زي ما حدثت فضلت تم استصلاح ما يعادل 186 ألف سجان تم استصلاحهم وتم مدهم بشبكات ريح حديثة وجاري استصلاح مساحة أخرى بـ 72 ألف سجان بتكون جاهزة للزراعة اعتبارا من يوليو 2021 بكامل المرافق من سباكات كهرباء وسباكات طرق وريح حديث ودي مستصلة مع أنفاق وأنفاق وكباري قناة السجان دكتور أحمد هناك قطاع كامل لديكم اسمه قطاع الزراعات الصحراوية كما سمعنا وفهمنا دوما ما الذي يختص به هذا العلم بالتعامل مع التنمية الزراعية في سيناء سواء كان على مستوى الزراعات الأكثر قابلية لهذه الأرض أو الزراعات التي قد لا تتعامل مع كميات مياه كبيرة وتهدر ربما في طاقات أوفر زي ما حدقت فضلت الزراعات الصحراوية هي زراعات بيراعة فيها ترشيد استخدام المياه واستخدام المياه بأعلى طرق ري حديثة سواء كانت الري بالتنقيت أو بالرش للاستفادة القصوى من وحدة المياه والأرض في نفس الوقت وزراعة النباتات اللي هي لها طبيعة خاصة وتجود في هذا الجو زي ما قلنا المحاصيل اللي هي خاصة بين نباتات الطبيعة والعطرية وأيضا هناك خطة في الاستصلاح اللي خاص بـ 270 ألف فدان اللي هتبقى جاهزة من يوليو زراعاتها بمحاصيل استراتيجية زي ما حضرتك تفضلت سواء حبوب أو بكليات أو أرمي وفلسة ده مشروع ترعة السلام اللي بيتم فيه التوسع الزراعي حاليا تم إضافة حوالي 620 ألف فدان هتروى بمياه طرف زراعي طرف زراعي معالج عشان نستفيد برضو بوحدة المياه المخلوط مع مياه المين ودي بيتمتد ترعة السلام دي بطول حوالي 262 كيلو متر وزي ما شوفنا برضو إن هذه المنطقة بتحظى بجانب بيهتمان من الدولة للزراعات المحمية لما بنتكلم على زراعة محمية يعني بنتكلم على زراعات داخل ثوب وبنتفيد بيها من خلال توسع الرأسي يعني بنعلي وحدة انتاجية لوحدة الأرض والمياه ليه انتاج برضو محاصيل خضر خضروات تخدم على أهالي المنطقة اللي أكتر من كده إن احنا حضرتك في شمال سينا بيدرس حالياً دلوقتي عشان توطين أهالينا هناك وجات فرص عمل لهم إن بيدرس ودي سيابتك الدرس سماعة سيابتك الليو عبدالفديد فوشا محافظ شمال سينا لإقامة مصنع لإنتاج السكر من بانجر السكر هذه المنطقة لها ميزة نسبية في زراعة محصول بانجر السكر طب انبشر أهالينا في محافظة سمال سينا سيتم زراعة مساحة كبيرة جداً ستتخطى حوالي 100 من 120 ل130 ألف دكتور أحمد أنا تبقى أمامي أقل من دقيقة وأتمنى أن تجيب حضرتك على الموروث التاريخي لدى المواطنين في شمال سينا تحديداً مرتبط بزراعة الزيتون والتمور هل يمكن أن نحدث نقلة أو طفرة في هذين الزراعاتين؟ بالفعل يا فاندم فيه مشروع دلوقتي مع وزارة الزراعة مركز الصحوص الزراعية دي زراعة مساحة كبيرة جداً من محصول الأشجار الزيتون سواء لاستخراج الزيت لأنه لها ميزة لأنه بيطلع الزيت لها صفات وخطائص مميزة له على مشروعات برضو السروة السماكية اللي تمت في محافظة جنوب سيناء من الساق المزارع السماكية هناك وأيضاً مسارع سبع على مركز الصحوص الزراعية بمدينة النوابع وبرضو حاجة تانية نستفيد في حضرتك في الميزة النسبية اللي موجودة في جنوب سيناء من ناحية انقفاض درجة الحرارة في سانت كاترين لإنتاج بعض أنواع الثقاوي اللي لا تجود إلا في جوه حرارة منقضرة زي الثقاوي منجر السكر وده مصروعه جديد جداً لأول مرة يتم في مصر من حوالي 5 سنوات فبرضو هيبقى حاجة مباشرة إن شاء الله لأنه ينتج في أي حتة تانية لكن في سانت كاترين لها ميزة نسبية من خلال المصدر بالحرارة نقدر ننتج منها هذه النوعية من الساقات شكراً جزيلاً لحاجة دكتور أحمد أبو يزيد الأستاذ بكلية الزراعة جماعة عين شمس منضمن إلينا عبر الهتف